معنا أم عزام من السعودية مرحب السلام عليكم رمضان كريم عندي سؤال خارج البرنامج نعم تفضلي عندي لما في السودان بصلي العشة بصلي الشفع والويتير لما جيت السعودية عندي سنتين وشهرين بصلي بس العشة ما بصلي الشفع والويتير لا بالله لا بعد العشة وأنا بعد ذلك ايوا طبعا هنا ده الشفع والويتير الشفع الأول ما ركعتين بعد العشة والويتير هو العدد التي ما يقبل القسم على أثنين ركع ويتير تلات أو ويتير وغمسة تعرف ويت إندي قالت إن ان تصلي العشة أو لا تصلي الشفع أو يون الويتير وطبعا الشفع سنة والوتر سنة مؤكدة الوتر من السنة المؤكدات أي ولذلك طبعا الذين دفقها الأحناف قالوا زولا ما بيصلي السنة قالوا يحرم من الشفاع يوم القيامة أي والذين السنة يسافى إلى ولاو يعقب تارك لكن يحرم من الشفاع والحرم من الشفاع دي يعني خسارة كبيرة ولذلك ننصح خدنا عفى الله عما سلف استغفري ومن الليلة دي تصلي العشاء أول بعد وصلي الرقعتين اللي هم نسميهم الشفع عند المالكية وتصلي الوتر رقعة واحدة أو ثلاثة رقعات وترك دي تنوم من الليلة دي استغفري عما أفى الله عن الفات من الليلة دي تصلي واصبي عليه صلاة السنة والسنة دي عندها ميزات أول حاجة زيادة حسنان ويمتسال لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويوم القيامة كما أورد في الحديث ترجع لنا الفرائض الزل مشاكلة الدنيا كثيرة يمكن يوم من الأيام نسمى صلى له فريضة وكان سرحان في الفريضة دي كده كالفتى أن يبقى هنا ده السنن تجي ترجع الفرائض نعم نعم